طيب حلينا ناخد بقى جولة عن أخبار النادي الأهلي والحقيقة يمكن النهاردة تحديدا فيه أخبار كتير كويسة طبعا عينينا على اللي جاي وتحديدا مباراة سيمبا واللي بدأ الأهلي زي ما قالها يمكن قبل الفاصل يحضر لها ويستعد من بعد فوزه وتتويجه بكاس مصر في البطولة رقم 39 معنا أخبار كتير عن تمرينة الأهلي النهاردة وعن نجومه وعن استعداداته بشكل عامل ومباراة سيمبا مع زملتنا سلاحامد مسأخير سلاح كل سنة ومتي طيبة مسأخير يا أحمد طبعا برحب بيك وبتأكيد برحب بكابتن هاني وبكل مشاهدي قناتنا دي الأهلي في كل مكان وفرصة بقى أقول لكم كل سنة هنتو طيبين رمضان كريم عليكم وعلى جمهير الأهلوية والشعب المصري طبعا وزي ما أنت قلت يا أحمد فعل نهاردة عندنا أخبار كتير جدا متعلقة بالتأكيد بالفري الأول لكرة القدم مباراته مع سيمبا تنزاني وكمان أخبار تانية متعلقة بين منتخبات الوطنية يلا نتابع معك طبعا خلينا نبتدي أخبارنا والمتعلقة بالتأكيد يعني في البداية بالفري الأول لكرة القدم الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيمبا ويواصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب التتش اليوم بعد قرار السويسري مارسال كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي بخوض التدريبات لمدة ثلاث أيام عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري في إطار الاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني في دور الربع النهائي من بطول الدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ويحصل فريق الأحمر أو فريق النادي الأهلي على راحة لمدة سبعة أيام أو أسبوع بتدي من بكرة إن شاء الله وهي الأجازة التي سوف يستغلها مارسال كولر في السفر إلى بلاده لزيارة أسرته طبعا مستغلا فترة التوقف الدولي واللي بيخدها خلالها منتخب مصر لكرة القدم معذكرها داخليا يخد من خلاله دورة ودية بالكاهرة بمشاركة منتخبات يعني كرواتيا وتونس ونيوزيلندا تاني خبر معنا متعلق بالكاف طبعا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن موعد مباراتي الأهلي أمام سينبا التنزاني يمكن طبعا حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إن شاء الله يوم 29 من شهر مارس إلى حالي الساعة 8 بتوقيت القاهرة موعدا لمباراتي الأهلي وسينبا التنزاني بملعب طبعا الأخيرة في ذهاب دور الثمانية لبطول الدوري أبطال إفريقيا فيما تقام طبعا مبارات العودة يوم 5 إبريل المقبل في العشرة مساء باستاد القاهرة وكمان يمكن الأرعى لدور الثمانية الأهلي في مواجهة تسينبا التنزاني على أن يلعب طبعا الفائز منهم مع الفائز من مزينبي الكنغولي وباترا أتلاتيكو الأنجولي في النصف النهائي من البطولة القرية واللي طبعا يحمل نادي الأهلي لقابها الموسم الماضي اشتركوا في القناة